حققت بطولة منتخبات دول مجلس التعاون لدول الخليق العربي لثلاثيات كرات السلاء النقاح المنشود بعد أن قدمت البطولة منافسات دسيمة ومستويات لافتة لليمهور الذي حضر بكثافة للموق مسقط في المثال هذه الأحداث أصبحت سلطنة على خارطة الدول التي تستضيف مختلف الأحداث الرياضية وحقيقة كان هناك قناعة من منسقي دول مجلس التعاون الخليق على استضافة الاتحاد العماني وخاصة في الموق أيضا استضافنا بطولة سابقة محلية في الموق وبالتالي كان المكان جدا مناسب لاستضافة مثل هذه الفعاليات وإن شاء الله هذه انطلاقة لاستضافات أخرى إن شاء الله أيضا يوم الأحد والأثنين لدينا استضافة للبطول العربية لكل سلاء ثلاثة في ثلاثة للشباب والشابات تحت 18 سنة وشهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق خليقية للشابة وخمسة فرق خليقية للفتيات بعد أن شهدت المرحلة الماضية اهتماما كبيرا بلعبة كرة السلة الثلاثية صح الأجواء جدا جميلة استمتعنا كانت مواجهة جدا صعبة ولكن الحمد لله ما كان ينقصنا شيء صراحة كان الأجواء والفريق وكل حد يعني معانا ويعني الحمد لله وحضت البطولة بأصداء رائعة وإشادة واسعة من قبل المشاركين ايه والله الحمد لله حنا من جينا للبطولة هذه وهذا كان هدفنا من أول يوم وعددنا في مدينة الدمام في السعودية وان شاء الله وصار لي نبغاه كل شيء البنات كانوا كامل استعداد انهم يفوزوا باليعني نحن ما كنا نكون بنعمل مركز بس الله وفقنا وعملنا المركز هذا وكان بجهود متضافرة اختيار المقمس قط لاستضافة هذا الحدث الخليجي كان علامة فارقة في هذه البطولة بعد ان امتعت المنافسات عيون الناظرين اشتركوا في القناة